بداية حب اقول لكم شكرا جزيلا لوجودكم ويانا لحد هاي اللحظة ومتابعتكم صدقوني صدقوني هاي المتابعة راح تفيدكم وتغير مستواكم ان شاء الله بالسنة القاللة بالنسبة للدورات الصيفية اللي راح تنفتح طبعا هذي دورات بيها مجانية وبيها بفلوس يعني انا اتعجب يا اخي انت ما عندك فلوس اشترك بالدورات المجانية يعني طالب لا يشترك بدورة مجانية بعض الطلاب مو اكيد مو الكل لا بفلوس فبالنسبة لدورات حاليا اللي موجودة والي دائما نحن مستمرين بيها باي وقت هي دورات الثالث متوسط دورات تعليم اللغة الانجليزية للاطفال دورة الصوت للمرحلة ثانية هذا دورات مجانية اصلا مناخذ من عندك فلوس يعني بس الريدك تحضر ويانا والتابع بس هذا الريده من عندك لا اكثر ولا اقل كذلك دورات نحو المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة تطوير اللغة الانجليزية ومستوى ثاني فهذه كل الدورات ان شاء الله موجودة وهذا هو معرف الاشتراك اذا تحب تشترك بهذه الدورات اليوم ان شاء الله المحاضرة رقم ثمانية ونبدأ بافعال جديدة اليوم ان شاء الله عدنا الفعل كيب وكيك كيل نو يعرف لاست لاست معناها اخير وتجي بمعنى يديم يديم الشيء لخف يضحك لخف وليون يتعلم ليف يترك او يغادر ولت يدع وعدنا ايضا كلمة لاي بمعنى يكذب يكذب اليوم صار عندك تسعين فعل باللغة الانجليزية تسعين فعل انت حافظ لحد الان بهذه الدورة يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني رح تستفاد بهذه الدورة ان شاء الله بشيء كبير جدا اليوم نبدي بشرح زمن المضارع التام المستمر present perfect continuous قاعدة الزمن هي فاعل زائد هاف هاز او هاف زائد بين زائد فعل بي اي ان جي زائد تكملة انتبه لزين على الجملة فاعل هاف و هاز هاف ويالجمع او الهاز ويال المفرد بين فعل بي اي ان جي تكملة فاعل زائد ان هاز او هاف زائد بين زائد فعل بي اي ان جي زائد تكملة مثال عليها اي ويرك ات سكول صارت اي هاف بين ووركين ات سكول اي الفاعل الهاف نزلتها لان الاية تاخذ الهاف بين نزلتها ما للقاعدة والوورك هذا الفعلها خليت لا اي ان جي ونزلت الجملة مثل ما هي صارت اي هاف بين ووركين ات سكول دائما دائما انصح الطلاب اذا تريد الضبط الزمن احفظ عليه مثال اي وارك ات سكول اي هاف بين ووركين ات سكول كثرة التكرار راح يخليك تحفظ الجملة وراح يخليها تنطبع ببالك هسه وانتا تسمعني اريدك تكرر بصوت عالي اريد الكل يسمعك نجي على حالة النفي القاعدة راح اصير فاعل زائد انهاف او هاز زائد ناط زائد بين زائد فعل باينجي زائد تكملة اي و Radius Mane فاعل زائد قاعدة ركزلي عليها هاب وبين وفعل باينجي بالنسبة للسؤال وطبعا هذا زمن باستمرارية لكي تقول عن أحداث استمرت باستمرارية لا تتشرف عن الجملة استمرارية نزل جملة مقطمة. شنو معناها ادري. هاي الكلاوات ومال عسر عماري دهاني. انا شغلات الكلاوات ما احبه. نزل جملة كاملة. لا تنزل جملة مقطمة. She has been working at school. She has been coming from tokyo. نزل جملة كاملة. طبعا مثل ما تشوف هنا. We have not been we have not been going to play without our coach. هاي الجملة ايضا. هذا الواجب ان شاء الله تحلو ليا باتشر. نجي هس على التدريبات. طلابنا العزاء هنا رح نغير بالافعال. يقول. This summer will not have been living here for seven years. This summer they will not have been living here for seven years. بهذا الصيف. هما مرح يكونون هنا. لمدة خمس سنوات. مثلا اقدر اقول. مكان they will have been living. يعيشون. رح اقول. they have been studying. they will not have been studying here. ما رح يدرسون هنا. they will not they have they have they have not been. يعني هنا. هاي الجملة هنا. اسويها. مضارع تام مستمر. مثلا عندك هنا. they will not have been. they have not. يعني اسويها. هذا التدريب. اريد من عندك. طبعا هذا. يعني. مو واجب. الواجب مالتك هذا. بس. بس. هذا من عندك. هي تقدر تغير جملة مثلا. هاي جملة تغير لي بيها. سويها مضارع تام مستمر. مثلا هاي مستقبل. هاي سويها مضارع تام مستمر. لي اخذناها اسا قبل شوي احنا. مضارع تام مستمر. اغير لي بيها مثلا. هي تدريبات لكم مستمر. انا ماردة يعني. اليك هاي. مثلا. I already do. I have been doing. I have been washing. I have been cleaning. I have been eating. فهذا الواجب هو اليك. يعني لا اكثر ولا اقل. يعني انا ماردة من عندك غير بس. مجرد تدرب علي انت وتحله. طيب. هسه. هسه. حتى ما نخربط بين الازمنة الاخرى. اليوم احنا اخذنا مضارع تام مستمر. مضارع تام مستمر. من يسوي لي هاي جملة مضارع مستمر. مضارع مستمر بس. she from tokyo. هاي جملة شلون اسويها مضارع مستمر. مو مضارع تام مستمر بس مضارع مستمر. إذن إذا مضارع مستمر راح أصير she is coming from tokyo she is coming from tokyo هذي مضارع مستمر طيب بلا خلي نسويها مضارع تام مو مضارع تام مستمر مو مضارع تام بس بس مضارع تام شو راح أصير مضارع تام شاخذ مضارع تام يلا خلي نشوف بالتعليقات she has come from tokyo طبعا أنا أشوفك ما شاء الله حلك بكل صحيح ودقيق يعني حتى أخطاء ملائية ما عدكم والله العظيم يا أخوان هذا الشي ما صار إلا من خلال حفظ الأفعال الشاذة من حفظة الأفعال الشاذة قدرت تتحل أي جملة فشوف التابع ويانة راح تستفاد بشكل مو طبيعي بس خليك أول بأول ويانة وشوفوا شلون راح تستفاد يعني صراحة والله العظيم ومدون مجاملة ما شاء الله شوف الأزمة عدكم صارت زلاطة يعني عادة تغير جيب زمن هذا ردة بكل بساطة وبكل سهولة وبدون أي معاناة يعني ما شاء الله عليكم جدا أداءكم راقي ومفقين يا رب طيب We not to play without our coach هاي الجملة هاي الجملة أريدها نفي أول شغلة أريدها ماضي تام بالله هاي الجملة سوليها ماضي تام ماضي تام PAST PERFECT إذن بالضبط الحلة الصحيحنا راح يصير We had not We had not gone to play without our coach We had not We had not كان أحسنتم وعاش أتيتكم